وعشان كده النهاردة هنتكلم على فكرة بتبقى ساعات مزعجة لكتير من اللي بيربوا الأولاد سواء الأهالي في البيوت الأب والأم أو سواء كمان المدرسين أو سواء الأسادزة كل دولة بيبقوا عندهم فكرة بتزعجهم شوي الفكرة اللي بتزعجهم بتزعجهم إيه؟ إذا كانوا هم مهتمين بالتربية ومركزين فيها هي فكرة مهمة إن احنا نقيمها وهي فكرة المساومة لما أولادنا يكون عندهم داء المساومة إن هم يساوموا على كل حاجة ما يعملوش حاجة غير بمقابل حاجة يعني أولادنا دايماً بيساومونا عشان يعملوا شيء واجب عليهم أو يسمعوا كلامي لازم يكون دو مقابل سواء كان المقابل ده هدية فسحة وقت أكتر عدم لعبة أكتر على الكمبيوتر أي مسكن بايل أكتر كل ده لازم ابني يكون عنده مقابل ما بيعملش حاجة بدون مقابل يظهر ده مثلاً لما الأب يقول لابنه مثلاً حبيبي يذاكر يقول له إيه الولد لو ذكرت وانجحت يا بابا هتجيب لي إيه أنا دلوقتي لو ذكرت الدرس ده هتعمل لي إيه دلوقتي كل دي بتبقى بينة جداً جداً في فكرة المساومة ولما ده بيكتر بنقلق أن أولادنا يطلعوا زي ما بنقول ماديين بيحركهم الفلوس والمادة بس بيحركهم الكم بس لدرجة أن احنا ممكن نلاقي ده حتى في العبادة فلما الأم تقول مثلاً لبنتها أو لابنها يا حبيبي صلي يقول لها يعني يا مام الصلاة هتوضع علي بإيه إيه إن أنا ممكن أشوف في حياتي دلوقتي فتيجي الأم من غير ما تدرى هو ابنها جرها فتقول له لما تصلي يا حبيبي ربنا هي نجحك ويدي لك اللي أنت عايزه فيفهم إن رزقه لو كان رزقه واسع يبقى رزقه واسع عشان ربنا راضي عنه ولو كان رزقه ديق يبقى ربنا مش راضي عنه وتبقى علاقته بربنا علاقة مصلحة إنه هيعبد ربنا اللي بيحقق له الأمال فيبقى ربنا عنده هو محقق الأمال يبقى هو بيعبد ربنا عشان يحقق له مراده وهو مش مراد ربنا وتبقى دي العلاقة اللي بينه وبين مولاه فلما تكون إرادة ربنا على خلاف مراد الولد يشك في رحمة مولانا سبحانه وتعالى وانا آسف يعني ويبدأ يظهر بقى السراب الزعلانين من ربنا لكن كان لابد ان احنا ربي اولادنا على ان الله فعال لما يريد نربيهم على مبدأ كده مبدأ لطيف الحمد لله الذي اعطانا فوق ما نريد از اعطانا ما يريد